السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم يا كله متابعيني وكل حبايبي يا عمين ايه? النهاردة يوم جديد من يوميات بوسي ويومنا النهاردة جولة صغيرة كده معي من على السطوح عشان اواريكم روتيني اليومي كل يوم. انا بطلع اعمل ايه? على السطوح واريكم كمان الفراغ الصغيرة الجميلة اللي انا جدتها. وكنت احبا وراها لكم. انا جايباها من عشرين يوم. وكنت عايزة وراهم لكم. بس ما كانش عندي وقت صراحة ان انا اصورهم. النهاردة انا طلعت كده عشان اشوف الفراغ بسم الله ما شاء الله حجمها تضاعف عن مجدتها. يعني انا جايباها من عشرين يوم. بسم الله ما شاء الله حجمها بقى حلو جدا. كنت جايبها الواحد بعشرة جنيه. اه دلوقتي بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كبر وبقى حلو اوي. انا من حوالي خمس او ست ايام كده انا بدأت احط لهم اكل البيت. انا كنت بحط لهم علف على طول ومية من ساعة ما جبتهم. لكن من حوالي خمس ست ايام كده بدأت اطلع لهم اكل البيت لاتهم بيحبوه قوي. اه زي بواقي بقى طبعا رز بواقي مكارونا بواقي الصلطة. اه تنظيف الصلطة والحاجات دي كلها بيحبوها الفراخ قوي. بطلع لهم معي. بواقي الاكل كده بعد الغدى. واطلع اخد كوبات الشاي وقعد معهم حوالي ساعة كده. اه طبعا لو العيشة محتاجة تنظيف منظف العيشة مكانهم. اه الصبح طبعا انا بفتح لهم الصبح وبحط لهم الاكل والمية وبسيب لهم العيشة دي مفتوحة. لحد المغرب زي ما بطلع لهم كده قبل المغرب بنص ساعة او حاجة. اه اشوف لهم وحط لهم اكل كمان وماية تاني. والاستاذ ياسين عايز بواصل الفيديو. استنى هكمل الفيديو برضا ان شاء الله. عايد الصور مع الفراخ. صوريني مع الفراخ. قطلوا ماشي. المهم نكمل الفيديو بتاعنا. الفراخ دي يا جماعة انا جايباها علشان انتاج البيت. تدينا البيت البلدي زي ما انتم عارفين. اه بيبقى في فيتامينات كويسة جدا. فانا جايباها علشان كده. علشان البيت البلدي بيبقى حاجة مضمونة وحاجة نضيفة في البيت. وبازن الله هوريكم اه اددونا انتاج بعد قد ايه بالزبط. اه انا كده جايباهاهم من عشرين يوم. وان شاء الله لما يدونا انتاج البيت هوريه لكم. وقول لكم قعدوا معي وقت قد ايه بالزبط. وقادي الارانب بتاعتي جايبا لهم الاكل معي. الاكل الاخضر بتاعهم والكيس اللي جنبيهم ده فيه عيش ناشف. هحطه لهم برضو جوا العيشة بتاعتهم. بس يا سين فتح لهم الباب وهم ما استنوش لما الاكل يدخل فخرجوا كلهم من العيشة. طبعا كنت عامل لكم فيديو قبل كده بالارانب. اه اول ما فتحت القناة كان فيديو صغير كده مع الارانب بتاعتي برضو. الارانب بعشقة تربية الارانب قوي بتدي انتاج حلو قوي قوي بس في الشتاء لان في الصيف ما بتديش انتاج نهائي معايا. باذن الله هعملكم فيديو الواحدة وباذن الله عن الارانب. ادي العشة نضيفة وكل يوم لازم تتكنس ولازم ما يبقاش فيها مية. المية طبعا انا بحطها لهم برر العشة عشان المية لو تكبت او حاجة تتكب على السطح وتنشف وما تبهدلش العشة بتاعتهم. وادي كوباتي الشاي زي ما وقتلكم اللي انا بطلع فيها اخر النهار. اه وادي المنظر جميل من فوق انا ورته لكم قبل كده كذا مرة في كذا فيديو. عارفين طبعا انا قاعدة في منطقة زي كده كلها زراعة وجو جميل وتحفة. فبحب بطلع عود جنبيهم كده شوية. اه دي العشة بتاعت الارانب اللي هي في الوش دي. دي قوضة بباب انا بحط فيها الارانب. اه ودي بقى عشة الفراخ بفتح لهم الصبح زي ما قلت لكم واخر النهار بقفل عليهم. زي كده. اه الارانب اه من اول الصيف ما ديتنش اه انتاج نهائي خالص. يعني دوله الكبار هما زي ما هما كبار ما فيش اي ارانب صغيرة جات اه طول السيف. ودي الارنب اه مش صابر احط له العلفة جوه فدخل ياكل الفراخ فالفراخ خايفين منه. دخل عشان ياكل العلفة. اه الحاجات دي يا جماعة بتبقى رزق واخير في البيت وبتدي طاقة حلوة قوي وبتشجعك كده ان انت تطلعي فوق على طول واتغيري جو كده في وسطيهم ويدوك طاقة حلوة قوي بجد. اه انا من ساعة ما جدتهم وممديني طاقة حلوة كده ومخليني اطلع على السطوح كل يوم يوماتي. اه واسبكم بقى كده تشوفوا بقى غروب الشمس. بس لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسونيش باللايك والشير والاشتراك في القناة. وتعليق حلوة كده منكم. احبكم في الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.